اشتركوا في القناة ما أجمل الجلوس معكم نتحدث عن أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنتأسى بهذه الأخلاق لنعمل بها ليست القضية أن نذكر الحبيب المصطفى ثم نمسح بأيدينا على وجوهنا وصدورنا لا علينا عندما نقرأ أخلاق الحبيب المصطفى أن نتأسى بهذه الأخلاق أن نعمل بها أن نعاهد الله أن نكون محمدا صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض لماذا؟ لأننا إن لم نفعل ذلك ستكون هذه الكلمات شاهدا علينا لا شاهدا لنا عسى أن نلقى الله سبحانه وتعالى عندما يمر أحدنا يقال هذا تلميز محمد صلى الله عليه وسلم تخلق بأخلاقه وسار على نهجه فبيض وجهه من النور وصلحت أعضاؤه في طاعة يرضي بها الله سبحانه وتعالى نحن الآن نتحدث عن هلقا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصبر الصبر هو خط الدفاع الأول في مواجهات الفتن والمصائب الصبر أحبتي في الله جندي من جنود الله إذن نحن الله قد خلق بخلقه هذا إما أن خلق الإنسان أو الحيوان أو الملائكة ليس عندنا ليس عندنا شيء آخر الله قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إذن الصبر أنواع ما هي هذه الأنواع إما صبر على طاعة أو صبر على معصية صبر على طاعة صبر عن معصية وصبر على قضاء الله وصدر على البلاء لماذا الصبر على الطاعة الطاعة بطبيعتها شاقة أن تقوم على صلاة الفجر تقول له يا حبيبي الناس نيام وأنا بفضلك وكرمك وجودك ومنك وأحسانك بين يديك قائم أصلي إله غارة النجوم ونامت العيون وخلى كل حبيب بحبيبه وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله إن طرتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي وإن دفعتني عن بابك فإلى باب من أرتجي غارة النجوم ونامت العيون وخلى كل حبيب بحبيبه وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله إذن هذا فيه صبر لماذا لأن فيه مشقة أن تتوجه إلى الله في هذا الوقت إذن كيف لا يجازيك الله خير الجزاء كيف لا يجعلك في مقام في علهين إذن إخوة الإيمان علينا هناك صبر على طاعة فأنت أديت الأمر الثاني الصبر عن المعصية مش على المعصية لأنك لا تعصي الله كيف تغريك الدنيا بمباهيجها وأنت تمسك نفسك عن الوقوع في المعصية صبرا عن المعصية لديك المال ولكنك لا تنفقه في ملاهي وفي يعني معاصي إنك لا تنفقه إلا في طاعة ترضي الله سبحانه وتعالى إذن صبرا على طاعة الصوم أن تتحدى الجوع والعطش لأنك ترضي رب تتحدى الإبليس الذي يزين لك كل عمل سيء للذى قرب من الله سبحانه أنت سبحان الله إذن صبرا على طاعة صبر عن معصية الأمر الثالث الصبر على قضاء الله سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ابتلي بوفاة ولده إبراهيم طيب هل الأنبياء يبتلون آه حتى يعلموا أقوامهم كيف الصبر على على الابتلاء الابتلاء نعمة أحبتي في الله لماذا لأن الله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصا من الأموال والأنفس والثمرات يا حبيبي ما هو ما هو الجزاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصا من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلاة الله على العبد رحمة وصلاة العبد لله طاعة إذن أحبتي في الله صبر على الطاعة وصبر عن المعصية أما الراء الثالث صبر على قضاء الله سبحانه وتعالى عندما يموت لك عزيز تقول اللهم رضني بقضائك وألهمني شكرا عمائك واجعلني من أوليائك إنك أنت الولي الحميد إخوة الإيمان الصبر على البلاء وهو الرابع نقف عند هذا لأن الوقت أدركنا وإلى أن ألتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة نكمل حديثنا عن الصبر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة